الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أخوانا ما تنقشو بره أخوانا أخوانا المستمعين ما تنقشو زول بره أنا حاشا قالين بالمكرافون ده ودائما أخوانا أسف لو ما شايت المستشفى دي لو غشايت الغرفة بتاعت الجراحة لقيت المريض بكورك بتستغرب يا أخوانا ما في استغراب أن إحنا ندي عبارة عن عيادة متحركة إن شاء الله بإذن الله عز وجل طبل القلوب من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في صورة البقرة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال العلامة من كثير علي رحمة الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل التوحيد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرذاق ذو القوة المتين وربنا سبحانه وتعالى من أجل هذا أرسل الأنبياء والمرسلين قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ ذا الأمر الأساسي الذي أرسل الله عز وجل من أجله الأنبياء والمرسلين وطبعا شوف لما تتكلم في التوحيد وتلقى زول عقيدة شركية باستغرب زي المشركين زمان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما ربنا يوحي إليه كان في مجتمع مكة كان بيلقبو بالصادق الأمين مش كذا؟ بيقول للصادق الأمين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه دعاهم للتوحيد لما صعد جبل الصفة قال وَا صَبَاحَا يعني هذه كلمة كانت عند العرب يعني في المصيبة الكبيرة أو الخبر العظيم قال وَا صَبَاحَا وفي رواية نادى القبائل كلها يا بني عبد مناف يا بني فهر يا كل القبائل ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمعوا إليه وقال لهم يا أيها الناس لو قلت لكم وراء هذا الجبل خيل تريد قتالكم أكنتم مصدقيه قالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك إلا صدقا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أول زول عاذا الرسول عليه الصلاة والسلام أبو لهب عليه لعنة الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام ألي هذا جمعتنا جامعنا عشان لا إله إلا الله قال لتبا لك سائر اليوم وربنا عز وجل أنزل تبا يدا أبي لهب وتب إلى آخر الصورة عشان كذا ما تستغرب لو جزوا القاعد كورك كورك ساكد والمشركين دمان كورك في الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص أها عمل شنوه ربنا قال وعجبوه أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كزاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلغ الملأ منهم أمشي فودا مشرك الذي تدعو غير الله عز وجل قال وانطلغ الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد عشان كذا لمن تدعو إلى لا إله إلا الله طبعا العرب زمان عرفوا لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله التلتمائة وستين صنم ديلك كله كلها معبودة بالباطل لا إله نفي لجميع الآلهة الباطلة إلا الله إذ بات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كذا نحن جينا في الحلقة دي ندعو الناس لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وترك الآلهة الباطلة البرع المكاشف الصايم ديمة طبعا دي آلهة إتقال الإلهة شنو الإلهة المعبود من دون الله سبحانه وتعالى عشان كذا الجماعة بقول لك يا ود بدر من الفقر يا ود حسون من المدفونة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن يوسف عليه السلام لما ناغش صاحبي السجن قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ودي برض الصوفية سموا أسماء هم وأباؤهم واتبذر من الفقر ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض وانت قال الكلام ده لمنه ده للمشركين قل في صورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولونه الله فقل أفلا تتقون المشركين أبو جهل وأبو لهب وعقب ابن أبي معيط ديلا عارفين إنه ربنا هو البرزي لكن الصوفية بيقول لك يا واتبذر من الفقر التعارف أبو جهل جايب مية في المية في توحيدة الربوبية إنه ربنا خالق رازق مالك لكن الصوفية قادلنا يقول لك واتبذر من الفقر يا زول البرزق منه الله سبحانه وتعالى ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حتى كده الصوفية غشوا الناس وفي الإسلام ما في حاجة يسمى صوفية حتى ما تقتكورك ساي حصل لقيتك آية قالت يا أيها الناس كونوا صوفية لقيت آية زي دي يا مسلم ما في هذا الصوفية ده العبارة عن دراويش وعبارة عن عقائد فاسدة الصوفية عندهم عقيدتهم في الشيوخ يقول لك يا واتبذر من الفقر البرعي ده أكبر دجال في السودان ما تغالد كدب قعدة ده أكبر دجال في البلد قال للناس أعبدوا غير الله كيف يعني البرعي في ديوار رياضة الجنة قال إن ناب خطب في البلاد نزيله يعني جاد مصيبة مثلا إنفلونزا الطيور قال إن ناب خطب في البلاد نزيله نقول يا الله كان قال كده كان نحن ما عندنا معه مشكلة قال إن ناب خطب في البلاد نزيله قال قل يا ولي الله إسماعيل ده مدفون عندنا يناك في البيض في عاصمة شمال كردفان قال تنادي إسماعيل الوليد شرك في دليل في هذه الله يصوفي بنت أصبر بس أسمع ربنا سبحانه وتعالى قال في أواخر صورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما عنده حجة لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ما عنده أي حاجة ربنا قال في صورة الأحقاف ربنا قال قل أراأيتم ما تدعون من دون الله غير ناس البرع وخيرهم أروني ماذا خلقوا من الأرض البرع عنده حصحاصة في حصحاص عague التالبرع ربنا قال قل أراأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل دار تعرف أضل مخلوب دار البناد الكباشي البراي غيره ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين شفت غير الله عز وجل لا يملق لنفسه نفعا ولا ضر قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دونه ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا البناد من دون الله عز وجل ما عندهم أي حاجة ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم أبوك الشيخ تلق بشخر ده إذا كان حي تقول أبوك الشيخ تلقني وتلقى بشخر إلحقك وين وتلقى ريالة سائلة والله أجد ما أزول ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الناس كلها فقراء إلى الله عز وجل عشان كذا نحن في الحلقات دي بندعوك أن تلتجي إلى الله عز وجل إذا سألت تسأل الله عز وجل الشيخ ما عنده حاجة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إذا سألت فاسأل الله وربنا قال في القرآن وقال ربكم أدعوني لكن أصوفي لأسه ما عرف ربكم منه والله إذا لو عرفت ربكم ما بتنادي الكباشي ولا غيره وديل ما عنده مي حاجة ما عنده مي حاجة يقول لك أبوك الشيخ طبعا بلوي لحنك تعالي تفضل ما في شيخ الشيخ انتهو الشيخ بنشف الريق أنا ده الريقي دين شوف تقدر عصوفي ما عندك أي حاجة أبوك الشيخ دلوك سعي والله ما عنده أي حاجة ذي الكرتونة دي كرتونة دي لول هديثة قلت لا يا كرتونة الحقيني بيتجيب خبرك قال هو ذاك انجابه بيتطقك انت زادك والله ما عنده أي حاجة عشان كذا دعودنا في هذه الحلقات الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في ناس برقبين في الحلقة قال لي واحد قال لي ما تتكلموا في البنات المطبرجات والمطبرجة دي أبوه مأسك في البره والله ما فاهم حاجة عشان كذا ما بيدعوها للحجاب شوف الزول الموحد بيكون عنده غيرة زول الموحد عرف ربنا انه هو المعبود وحده لا شريك له بيكون غيور والله ما بخلي زوجته لابس عبيبي شطفنه يشوفوه الشفاتة لا 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 الزول العند عقيدة بيكون غيور على عرضه عشان كذا شوف الناس دي ما عرفة التوحيد والله ما بيجي شوفت البلد دي بتكون كعبة كده بس ربنا قالوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لاحظ الحافلات دي يا البرع يا الجعلي تلقا مكتوبة في الحافلات أو يا ودعويس القلب الغنماء يا تيس يا ذا الغنماء ربنا خلقه أنثى كيف بتبقى تيسها صوفيا ومسكين عشان كذا صوفيا مساكين جهلة بالعقيدة عشان كذا الحلقات دي كلها دعوة إلى توحيد الله عز وجل ولعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولاتباعي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نفتح الفرصة الأستاذ محي الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر